جل الدين هذا الحقيقي اللي قدامكم الشيخ حازم الباوي اللي ينطق كلمة الحق بوجه أكبر شياطين الأرض طبعاً رجال حشاء لحشاية كل واحد شريف وعنده حظه بخت وعنده غيره على الشعب العراقي مختنع بيه واللي هي سببت له الهجمة وهجمة من الذيول السفلة وحتى اليوم عشيرته هم واقفه وياه ومستنكره فعلى كل شريف يوقفوا يا هذا الشجاع يوقفوا يا هذا البطل يوقفوا يا هذا الزلمة صاحب كلمة الحق هي الكلمة اش قال قال عمي يا سياسيين انتم اللي جاي سوون مجالس بالأراضي المختصبة ما للناس هذا المجلس ما يوصل لا انته ولا الشيخ اللي يقرأ عندك ولا الرادود اللي يقرأ اللي يططن عندك كلها ما واصله أريد أشوف الشرفاء احشايته بيهشي احشايته باطلة على كل شريف وبطل وعراقي وثر غيور يساند الشيخ حازم الباوي اللي ينطق كلمتها لحق وبوجه أكبر شياطين جبابرة العرب السفلة السياسين اللي باقوا ما لليتيم ما لالشهي دمروا البنى التحتية دمروا المدارس دمروا المستشفيات ونسوي لهم مجالس حسينية هاسمو الشيخ حازم الباوي أنا رجال مورا جلدين قسمنا برب الكعبة لو موت لثمون لو موت صلون لو موت يبون رواديد بخمسمية أو ستمائة مليون ما تؤصل لكم شي ما يؤصل لكم برقبتكم اثنيا واربعين مليون مسكين مهمش مظلوم ما كنين حقا انتكم واحد يبريكم الذمه اثنيا وتخلصون منهم ملايين بذمتكم والقيعانة تساون بها مجالس مقتصبة من الناس سلم لي